اللي كان يقصد الرئيس السيسي من كلامه النهاردة في مؤتمر الطاقة وازاي الرئيس كشف كل حاجة عشان الناس تفهم اللي بيحصل حوالينا تعالوا نشوف السيسي قال ايه النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح معرض ومؤتمر الطاقة الدولي والحقيقة كانت فرصة ان الرئيس يشرح للناس اللي بيحصل في البلد وحوالينا وظروف الصعبة اللي بتحاصر الاقتصاد المصري كانت بداية كلام الرئيس عن اللي بيحصل على الحدود المصرية والصراع في غزة وازاي ان مصر خسرت نصف ايرادات قناة السويس وفي وقت الاقتصاد والبلد فيها ازمة نقص دولار لكن الرئيس قال عن تأثير الاوضاع في قطاع غزة على الدولة المصرية وقال شايفين الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر 10 مليار دولار في السنة تراجع بنسبة من 40% ل50% المفروض الدولة عندها التزامات وشركات تنمية وتمويل انا ما بشتكيش لكن بقولكم ان الدولة المصرية حريصة على تنفيذ التعهدات رغم ازمة الدولار وده بيلمح ان الدولة عملة حسابها لأسوأ الظروف في أزمة الدولار حتى لو وقفت قناة السويس خالص بفعل الظروف الحالية وده بيأكد برضو ان أزمة الدولار في دولة وحكومة وبنك مركزي مسيطرين عليها اسيسي تكلم كمان عن نزيف المليارات في عصر مبارك وما قالش اسم المبارك صراحة علشان الرئيس مش معروف عنه انه بيهاجم الرؤساء اللي قابله بالاسم أو لشخصه لكن بيهاجم السياسات الغلط في عصرهم واللي كانت السبب في تأخر مصر سنين طويلة وضياع فرص عظيمة كان ممكن يتم استغلالها لولا سوق الإدارة والتخطيط وتعطل الفكر في الأنظمة السابقة واللي كانت عايشة اليوم بيومه مفيش خطط للمستقبل وده ضيع على مصر حاجات كتير كانت ممكن تتعمل قال السيسي كنا فين وبقينا فين لما الدولة المصرية كانت بتفقد ما يقرب من 9 لعشر مليار دولار كل سنة نتيجة سوق البنية الأساسية وحالة الطرق وكان يقصد طبعا المسؤولين اللي قبل منه والرئيس قال انه خلال سبع سنوات اقدر اقول بمنتهى التواضع رغم ان اللي حصل في قطاع البنية التحتية معجزة بالنسبة لحجم الانجاز والوقت الزمني في تنفيذها قال الرئيس قدرنا نتغلب على المشكلة دي لكن صرفنا فلوس ضخمة جدا ولولا مشروعات البنية التحتية العملاقة كان زمننا بنعاني اكتر واكتر لان ما فيش نهضة وتنمية واستثمار من غير بنية اساسية السيسي منسيش يوجه رسالة قوية في كلمته لسندوق نقد الدولي ومؤسسات التمويل وقال الرئيس في نص كلامه يا ترى هل مؤسسات التمويل شايفة اللي احنا بنعمله هل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات ده سؤال بطرحه وبينطبق على مصر وافريقيا وانا بتكلم عن الناس اللي اقتصدها صعب التمويل لازم للاقتصدات المتوضعة والصعبة وكان تلميح الرئيس عن الشروط الصعبة اللي السندوق وغيره من المؤسسات الدولية للتمويل بيفرضها على الدول وزي ما احنا عارفين ان مصر دخل في تفاوض من سنة تقريبا على استكمال قرد 3 مليار دولار رغم قدرة مصر على سداد بشهادة السندوق نفسه وبنوك عالمية لكن السندوق حاطب شروط صعبة منها تعويم الجنيه والغاء الدعم ودي الشروط الصعبة اللي اتكلم عليها الرئيس قال ان المؤسسات دي لازم تغير طريقتها في التعامل مع الدول والاساس في الاقتراب هي قدرة الدولة المقتردة على سداد القرد والفوائد وخدمة الدين من غير اي فلسفة او تدخل في الخطط الاقتصادية للدول انا اشركت اشرفها الى اللقاء بانكير نض البنوك